الحفظ إلى رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعليه وسهبه ومن اهتدى ودى أستنى بسنته إلى عم الدين نراحب بكم مرة ثانية في هذه الدورة المكثفة في شرح مقدمة الأجرمية صلى الله رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص والقبول والتوفيق والسداد إنه لذلك والقادر عليه تعدثنا في درس الماضي جملة المقدمات وانتهينا إلى علامات النصب إلى علامات النصب والانتلاق اليوم من علامات الخفظ من علامات الخفظ وقلنا إنها المرحلة الثانية من مراحل من نصب بعدما عرفنا علامات بعدما عرفنا أو ميزنا الاسم عن الفعل والحرف اتجهنا إلى معرفة علامات الإعراف مفصلا طيب نعم قال الماتن رحمه الله تعالى نعم اقرأ وللخفض ثلاث علامات وللخفض ثلاث علامات كما مثلنا الأمس بالأمس قلنا يعني ومثلنا بالقبيلة الفلانية والمننكية على أن لو مثلنا بالولفية مثلا إنهم ألقاب معروفة جوب جايد هذه ألقاب كلما سمعت أن ظننت أن صاحب هو ولفي كذلك الخفض والخفض والجر مترادفان لكن أهل كوفة يقولون الخفض والبصرة يقولون الجر للنحي مدرستان كبيرتان مدرسة كوفة ومدرسة البصرة إذن البصرية والكوفية مدرستان عظيمتان في علم النحو وإن كان أهل بصرة هم الكبار الشيوخ وإلى مدرستهم ينتمي الإمام السيبويه وأما بصرة حفان الكوفة فإلى مدرستهم ينتمي الكسائي ويمتاز مدرسة الكوفة بالتخفيف غالبا المهم إذا سمعت الخفضة والجرة فأعلم أنهم مترادفان لا تظن أنهم متغيران وأحيانا يحصل للإنسان يظن أن هذا ولعل أذكر في هذا الموقف أني كنت من الذين لا يفهمون شيئا من النحو نعم يعلم الله كنت أمازح المدرس مدرس النحو أقول له أنتم يوما تقولنا الجر ويوما تقولنا الخوف يوما تقولنا الكسرة يوما تقولنا كذا أهلا ما ندري ما هو السواب ما تقولون أنا في حقيقة كنت لا أميز هذه الأشياء إذن مع النعم هو بسيط جدا لكن ربما المأخض نعم هو بسيط جدا إذن لو سمعت الخفض فألم أنه هو الجر فهو مترادفان لقبان مترادفان ولهذا اللقب يعني علامات تدل عليها وقال للخفض ثلاث علامات العلامة الأولى الكسرة هي الأصلية والعلامة الثانية الفتحة هي بإبارة يعني نيابة حركة الحركة والعلامة الثالثة اليا واضح إذن هذه ثلاث علامات تدل على الخفض تدل على الخفض أو تدل على الجر طيب كما فصل في الدرس الماضي الآن سيبين لك مواقع هذه الألامات أين تكون هذه الألامات agog quando أين تكون هذه الألامات ؟ علامات للخفض أين تكون هذه الألامات للخفض على الله الصحيح للخفض أين تكون هذه الألامات؟ الألامات للخفض نعم نسبة يعني لكان لا بد من التطبيق نعم قل فأما الكثرة فتكون الألامة للخفض في ثلاثة موادع نعم في ثلاثة موادع هذه الباب ثلاثية باب الخفض ثلاثية الخفض أبي الجن لهو كم ثلاثة علامات الأولى الكثرة تكون علامة للخفض في ثلاثة موادع الموضع الأول في اسم المفرع المنصرف المنصرف لماذا المنصرف؟ سيسرح بالمفهوم سيسرح بالمفهوم إذن المنصرف بمعنى القابل للتنوين المنصرف المنصرف لأن الصرف التنوين نعم مثل ماذا؟ كتبت بالقلم كتبت بالقلم بالقلم مررت بزيد نظرت بالكتاب نعم وماذا؟ أمثلة أمثلة المخفوص اسم المنصرف اسم المنصرف مثل ماذا؟ جئت بالسيارة نعم وماذا؟ نظرت بالهاتف أمثلة أمثلة خلاص وماذا أيضا؟ وجمعه وجمع التكسير وجمع التكسير المنصرف الثاني جمعه تكسير المنصرف كذلك مثل ماذا؟ مررت بالرجال قرأت في كتب في كتب كذيرة في كتب كذيرة وماذا أيضا؟ والمؤنث السالح المؤنث السالح نعم جمع المؤنث السالح سلمت على المجتهلات مسلمات على المسلمات على المهذبات إلى أخير طيب إذن اسم المفرد والجمع التكسير والمؤنث السالم متى ما وقعت هذه الأسماء موقع الخفض أو الجر فإن ألامة خفضهن الكسرة فإن ألامة خفضهن الكسرة يعني اقسر ولا تخف قل مردت بزيك كتبت بالقلم ومردت بالرجال سلمت على الرجال سعدت على الجبال وقرأت في الكتب ونظرت في يعني ماذا مصار في قوافري ولا في ماذا في هواتفي نعم طيب في ثلاثة مواضع أولاً في تثنية وبلغ بالتثير أو بالجمع بأسماء الخمسة بأسماء الخمسة أولاً أسماء الخمسة أولاً في أسماء الخمسة وقلنا بالدرس الماضي بأننا سنذكر شروط العراء بأسماء الخمسة بأسماء الخمسة بأسماء الخمسة يعراء أسماء الخمسة هذا العراء بأسماء الخمسة شروط أولاً أن يكون مفردا إذا جمع أو ذني أعرم إرابة مذنى وإرابة جمع التكسير إذا قلت أخواني جاء الأخواني يقول أرابة رفيه الألم نهابتين كما تقدم وإذا قلت إقوة أرابة رفيه الضمة الظاهرة لأنه جمع التكسير إذا الأمر يكون مفردا ذانيا أن يكون مضافا لا إلهي أن يكون مضافا لا إلهي فلا يضاف إلى ياء المتكلم لا تقول أخي إذا قلت أخي أبي فإنه يعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم تقول جاء أخي رأيت أخي مرت بأخي هذا لا يراب بالحروف إنما يراب بالحروف إذا كان مضافا لا إلهي مثل أخوك أخو محمد أبوك أبو زيد أبو محمد أبو عمر أبو بكر إلى آخر يقول مرحونا عالم الرب يقول منصوبا عالم نصب وأخو ما جرى الألو يقول غرا من الأخطاء الناس يقول أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر المضاعر المضاعف أيوة وأن يكون مضاعفا دائرة الياء وأن يكون مكبرا فلا يكون مصغرا إذا صغر أيضا أعرم بالحاكات الظاهر أخيج أبيج أبيبن بالكعب أبيبن كعب يكون مرهوعا بالضمة ومسوما بالفتحة ومجرم بالياء بالكسرة وأن يكون ذو بمانا صاحب بمانا صاحب وقد تقدم أنه إذا كان ذو مانا الذي إن قبيل طي فإنه لا يرغب هذا الإعراب وأن يكون الفم منفصلا عن الميم إذا لحقه الميم عرب بالحركات إذن هذه شروط الإعراب أسماء الخمسة بالحروف نيابة عن الحركات فيجره ويكون أرام الكرد إذن مثل ماذا سلمت على أبيك سلمت على أبيك قال في الحديث نها النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء من في سقاء من فم السقاء من فم السقاء تسلو كيمين أتارته لا عجل مكروغ كيمين تسلونا على مكروغ فنات العلم ما لا تعم لا بأس نعم كيمين تسلو إلا عضيفة يعني تعرفة يعني كسب التعليم بالإضافة نعم إذن هكذا أبيك أخيك يعني في زين ويعني ذي علم هكذا إذن الثاني التذنية مذنى نقول مررت مررت قرأتوا في كتابين يقول في كتابين في حرف جر كتابين اسم جره ولا من جره نيابة كذلك هنا سلمت على أبيك على حرف جر أبي اسم جره ولا من جره نيابة لأنه الأسماء الخامسة وهنا لأنه من تذنية الأسماء وكذلك الجمع المذكر السالم يقول سلمت على المسلين على المجهدين على المجهدين مجهدين منصوب أو مجرب وعلا من جره نيابة نيابة الكثرة في الأسماء وكذلك في جمع المذكر السالم وبقي ألامة واحدة وهي الفتحة الفتحة فإنها تكون علامة في الممنوع من الصرف في الممنوع من الصرف قائل قائل كلية في باب الممنوع من الصرف وهي أن الإسم إذا شابه الحرف بني الإسم إذا شابه الحرف بني يمغي يضع له الحرف يكون مبنيا وهذا والإسم كلما شابه الفعلاء في تركيبه ووضعه ووزنه فإنه أيضا يكون ممنوعا من الصرف لأن الأصل في الأسماء الإعراب والأصل في الحروف البناء والأصل في الأبعال البناء ألم الصرف وهذا ولذلك كلما شابه الاسم الحرف يكون مبنيا وإذا شابه الفعل يكون ممنوعا من الصرف نعم يعني إشار إلى مالك رحمه الله في ألف يده الاسم بني لشبه من الحروف مدين الشبه الوضعي في اسمه تناول مع نبيه في متى وفيه نعم يعني إلى آخره طيب بمعنى أنه الاجتياج إلى ما يتم معناه الحرف اللابدة من شيء يؤتمن معناه الحرف في وحده لا يكتم معناه إلا إلى آخره لو وجد اسم أيضا يفتقر إلى ما يتم معناه هذا الافتقار الأصلي فإنه يكون مبنيا مهلا المنسوف الذي لا بد من شيء يتم معناه لا طيب إذن المنسوف إننا هنا ماذا؟ أحمد نقول مررت بأحمد مررت بأحمد 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 الجر أحمد اسم جرور ببأ ورامد جره نيابة عن الكسرة لماذا؟ لأنه ممنوع قال عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيحة ما قال بمصابيه؟ بأحمد جره اسم جرور ورامد جره الفتح نيابة لأنه ممنوع من الصدر وقال إذن وإذا حيتم بتحية فهي أحسن أحسن وهذا الممنوع من الصدر ينصرف إذا قويت فيه اسمية بأن لحقه الألب ودخله ألف والله أو بالضيفة لأن الدخول ألف والله من خصوصيات الأسماء كما تقدم وكذلك الإضافة من خصوصيات الأسماء فإذا تقوى تقوى فينصرف فيقبعه فيجاب بالكسر لا بذلك قال أجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يقبع على الردف إذا أضيب فإنه يقبع بالكسر لا ينصرف لا ينصرف لا ينصرف لا ينصرف لا ينصرف إذا هذا هو الأمرات الخفض إذا امتعنا من هذا أن الخفض له ثلاث ألامات الألامة الأولى الكسرة لا ينصرف لا ينصرف والألامة الأخيرة الفتحة مضافا لا إلى الياه لا لا غير متقر لا أن يكون ذو بمعنى صاحب وَأَن يَفُونَ الْفَمُّ مُنْفَصِلًا عَنِ الْمِيمِ لا لا فقد ذكرنا بيدي بن مالكين في ذلك أمس لا خلاص؟ خلاص؟ في شيء؟ ما في شيء؟ نين قاعدة لبن نقود با نين يلنكار بجئة نقود جنن بود له نعم؟ نعم؟ ما فأنت؟ لا تأخرت الفهم راحة في الساعة الأولى ساعة الأخيرة في أحمد السلام على أحمد على أحمد على حرف الجري أحمد اسم جرور بألاء وعلى مجره الفتحة نيابة الممنوع من الصر يعني خلونا نذكر فيها ليسيرا الممنوع من الصر أسباب منع الاسم من الصر هذا ربما أكتب لكم جدولا يعني والأخ يرسله في المجنوعة لكن الآن سأرسمه هنا وترونه أمس هذا؟ طيب يعني أرسم لكم جدولا نطيفا يعني تحفظ الجدول يوقاف الذهن هو هكذا علن الملع من الصر يعني هناك علة معنوية وعلة لفظية علة معنوية وعلة لفظية فإذا اجتمعت علتان امتنأ الاسم من الصر إذا اجتمعت علة لفظية ما علة معنوية امتنأ الاسم من الصر ما معنى العلة اللفظية؟ العلة اللفظية بمعنى العلة التي تدرك بالحواس والعلة المعنوية التي لا تدرك بالحواس وهذا اسم العالمية والوصفية هاتان علتان معنوية تانى هاتان علتان معنوية تانى كون الاسم علما هذا أمر معنوي لا ليس عليه شيء حتى إن ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته إن ذكر المعارف في باب العلم كل معرفة له سبب كل معرفة له علامة إلا العلم الضمير لماذا سار معرفته؟ لأن المتكلم أضمره لقلبه إنما قلت أنا أضمرت نفسه وإنما قلت أنت والمعرف بالألف واللام إنما قلت الرجل بالألف واللام الإشارة هذا وماذا إذن؟ المضاف إلى المعرفة والمنادة كل المعارف له أسباب إلا العلم العلم ليس له أي سبب وذلك بالموالك أحمد الله تعالى قال في البيض اسم يعين المسمى مطلقا أن الأسباب علمه هو المسمى بالعلم كجعفر وخرنقا وذكر وقرن وعلم ولاحق إلى أشريك إذن هذا هو العلم وهذا الأصل في الأسماء التنكير وذلك لا يحتاج إلى سبب لا يحتاج إلى سبب والمعرفة معدولة إذا خالف الاسم هذا الأصل الذي هو التنكير وانتقل إلى حيز التعريف فقد خالف الأصل كأن دخلت في الاسم علة علة واحدة وما هي التعريف واضح هذا الكلام من تجيبه ما هي هذا الكلام مركب إذا لم تفهموا أي شيء الذي يأتي سيضعك سلبا لكن لو فهمتم أول فما يأتي إن شاء الله تعالى يكون واضحا بإذن الله أرجع قليلا الأصل في الأسماء التنكير التنكير أن يكون الأكيرة إذا عُرِّف الاسم فقد دخل في هذا الاسم علة لأنه خالف أصل واضح؟ هذه علة قد يكون سببا لمنع الاسم من الصر علة لمنع الاسم من الصر أن يكون ماذا؟ معرفة أن يكون معرفة لا لكن ليس كل المعارف إنما المعرفة المرار هنا العالمية لماذا؟ وذلك قلنا العالمية علة من علة من منع الاسم؟ من الصر لكن علة من منع الاسم سبب دائما يكون علتان علة واحدة لا تمنع إلا في كلمتين سيادة ذكرهما في اسمين واضح؟ لكن كلما جمعت علتان في اسم واحد فإن ذلك الاسم يمنع من الصر لهاتين الغلتين والآن عندنا علة واحدة علة كبرى وهي علة العالمية هو هذا؟ علة العالمية بينا ذلك وقلنا هو العلم العلم هو ما دل على المسمى مطلقا مثل زيد زيد العلم محمد علم عمر علم خالد هذا هو صغير عمر علم العلمية علة كبرى اسمية لأن الاسم الأصل في الأسماء التنجيل إذا عرّب فقال خالق الأصل فقال خالق الأصل الأصل في الأسماء التنجيل الأصل في الأسماء التنجيل ولذلك هو لا يحتاج إلى علامة لا يحتاج إلى سبب بخلاف المعارف المعارف قلت لكم في البداية المعارف كلها لها سبب كل معرفة لها سبب إلا العلم العلم هو المعرف اللي هي المعرفة الوحيدة التي اكتسبت التعريف من غير سبب وذكرت لكم النصب لمالك في هذا قال اسم يعين المسمى مطلقا أن الأسباب علمه هو المسمى بالعلم كجعبر وخرق وقرن وعدل ولاعق وشلقم وهيلة واشق الهلاف نعم إذا الوحيد اتفقنا لأن الأصل في الأسماء التنكير فإذا صار الاسم معرفة فقد خالف أصله فقد خالف وهذه المخالفة معنوية مخالفة معنوية زيد للاعلا فلا والسلطان لا يدل على فلا ما الفرق لأنه وضع زيد علما وهذا لم يضع على علما فقط إذا ليس هناك علامة نفرق بين العلم وبين غيره إذا علة المحرمية إذا اتمع هذه العلة التي هي علة العالمية مع علة اللفظية التي سنكتب هنا فإن ذلك الاسم يكون ممنوع من السر من العلة للفظية وزن الفعل من العلة للفظية وزن الفعل وزن الفعل عند وزن الفعل تراه بنية الفعل شكلات الفعل هذه علة واضحة مثلا الذي كتبنا الآن أحمد أحمد أليس علما علما خالف الأصل في الأسماء أم لا لم يخالف لأننا قلنا ألسل في الأسماء التنكير فهو أصبح علما فقال خالف الأصل ثم انضاف إليه علة أخرى وهي علة اللفظية التي هي وزن الفعل فمتنع ألسل لأن أحمد مثل أذهب وزن ألا ترى إذا قلت أحمد هو أشكره أصبح ماذا فعلا أو اسم إذن كلمة أحمد مثل الفعل في الوزن وكذلك الرجل اسمه يزيل بالمعاوية علم ولا ليس علم علم خالف الأصل في الأسماء من التنكير إلى العالمية ثم هو جاء على بنية الفعل يزيل مضارب زال يزيل يزيل ناقص ويزيل إذن يزيل ينقص كل اسمه فهو ممنوع بالصدر طيب نأتي نقول مثلا الإنة الأخرى من البلل اللفظية هو العدم ما مانا العدم مانا تغيير البنية تغيير بنية الكلمة الأصل في الاسم أي يبقى على بنية واحدة لكن لو أنه ركب بأنه غير بنيتها فهذا تغيير أمر الحسي يدرك يدرك لو اجتمعت هذه العلدة مثل عمر علم أو ليس علم عمر عمر وزحل غبال زحل وعلم على نجم لو لا تومي تعني زحل عمر علم على السخص منهم الفاروق وظلتنا طيب عمر وزحل يعني فيهما علتان فيهما علت العالمية ولكن أن فيهما علت العبل أيضا لأن أصل عمر عامر أصله عامر فغير بنيته إلى عمر عدلة تعديل معنا التغيير وزحل أصله زاحل هو بل أصله هاب عندما حصل به هذا التغيير مع العالمية فاجتمعت فيه علتان علت العالمية وعلت العدل امتنع من السلام تقول أمير المؤمنين أبي حفصين شو أن عمر أمير المؤمنين أمير المؤمن عطر بيان أبي حفصين كذلك عطر بيان إن شيء تقول عطر بيان أو قل بدل واضح طيب انتقلنا إلى مرة أخرى نجد ملة زيادتي فعلان زيادتي زيادتي فعلان زيادة الألف والنون زيادة الألف هذه علة أيضا ظاهرة لأنك تراها بأينك ترا في آخر الاسم زيادة الألف والنون إذا جتمعت هذه اللا مع علة العالمية في كل اسم امتدأ من الصر مثل غفمان عفان هذا منه من الصر ولكن شوف انظر سلطان شيطان ليس منه من الصر لماذا؟ لأنه ليس علامة ليس علامة سلطان الذي منه برهان مثلا أو شيطان علام شيطان ليس علامة على إبليس شيطان ليس علامة على إبليس ليس علامة على إبليس لكن من الشياطين الإنس والجد إبليس إذن هو انظر لماذا منع أثمانة من الصرب ولم يمنع شيطان والسلطان من الصرب لأن شيطان وسلطان ليس بعالميتين أو بعالمين بخلاق عثمان وعثمان فإنهما من الآلام والعالمية يعني علة معنوية انضاف إليه زيادة كيف أعلانك فامتنع من أوزمون من الصرب لأجني هذا وكذلك التركيب 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 المزيجي غير المختوم بويه غير المختوم بويه لماذا لأن المختوم بويه مبني دائما جاء سيب وويه رأيت سيب وويه مرت بسيب فهو مبني على الكسر دائما أما غير المختوم بويه فإنه يكون ممنوعا من الصرب الأصل في الأسماء يعني أن لا يكون فيه التركيب أن يكون مفردا يعني لا يكون فيه التركيب إذا ركب فقد امتع يعني خالف أصله وان كان على منعي فامترى من الصرب مثل سيب أعن بعلا برن حضر حضر موت نعم إلى آخره شابط الله و يعني قالي قلي نعم إذن هذا غير ويه غير ويه غير ويه بمعنى غير المختوم بويه طيب إذن ما عندة منعي من الصرب إلا تاني العلمية والتركيب المسجي غير المختوم بويه نعم طيب أما الذي ذكرت يعني شاب قرناه شاب قرناه هو يعني هذا الحكاية يعني يعني يعرف على الحكاية لأنه جملة فعلية وطعب بتشار نعم هذه يعني يعرف على الحكاية لا يتبير نعم يعني هي الجملة نعم طيب انتقلنا إلى العجمة العجمة الأسل في الأسماء العربية تكون عربية لا تكون عجمية وذلك فولد ولالو ودمبو هذا يكون لها ممنوع من الصدق لماذا الأنبياء والعجمة والعجمة وأسماء الأنبياء أكثرها جميع كما قوله كما قوله كما قوله قول أمانا بالله وما أنزلينها ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كل هذه مبناء من الصدق لأنها عالمية والعجمة واضح فالسرع إذن عندنا إبراهيم وإسماعيل إلى أخير إذن عند منعي من الصدق العجمة والعالمية طيب وبعد ذلك نأتي إلى نأتي إلى التعنيف على أصل في الأسماء التذكير على أصل في الأسماء أن يكون مذاكرا وذلك المذاكر لا يحتاج إلى ألامة بخلاف التعنيف التعنيف غالبا فيها ألامة لابد من ألامة ألامة التعنيف وهذا نأت إذن كل اسم عالما مؤنثا فإنه يكون ممنوعا من الصدق يكون ممنوعا من الصدق وهي ثلاثة هناك مؤنث للفظ معنوي وللفظ فقط ومعنوي فقط مثل خديج خاطمة هذه عالمية ومؤنثة اللفظية ومعنوي ومؤنث اللفظ فقط المعنوي فقط مريم يشترط فيه أن يكون على أربعة أحرق يشترط أن يكون على أربعة إذا كان أقل أن كان على دلازل أحربي لا بد أن لا يكون ساكن الوسطي أما إن كان ساكن الوسطي فلا تلو الوجهان إن شد صرفته وإن شد منعته ماذا هند 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 نعم نعم طيب المؤنث اللفظ فقط مثل معابية حمزة حذيفة هذا فقط لفظ ومقد مؤنث هذه كلها مؤنث من الصد لإلة الألمية والتعليم وذلك الكلام طيب ويأتي ألف التعليم ألف التعليم ألف التعليم مطلقا مطلقا ما معنى مطلقا بمعنى ممدودة كانت أو مقصورة وحدها تمنع من الصد وحدها وحدها ألف التعليم وحدها تمنع من الصد ليلة سلمة ممنوعة من الصد للعالمية و ألف التعليم إن شئ وصحراء أنبياء ممنوعة من الصد لماذا؟ لألف التعليم الممنوعة إذن هذا صحراء وليلة حكرا وإلة الأخرى قائمة المقام إلتين يسمى بالسيغة المنتهى الجمهور وزن مفايلة أو مفايلة مفايلة أو مفايلة مفايلة وشيخنا اللامز سالم عدود رحمه الله يقول يمثل لأهل الدنيا بدراهما ودنانيرا ولأهل الآخرة والديالة بمصابيحة ومساجد دراهما خلينا أكتب دراهما ناس يقول الدنيا وين نيرا دانان نيرا مفايلة ومفايلة مساجد و يعني منابر وكذلك إلى أخيه فيكون منوع من الصغر لسيغة المنتهى الجمهور لأن الأصل في الإسمية يكون مفرداً لا جمعاً هذه إلا كلها الألمية ماء إلا في الأخرى إلا ها تاني ها تاني ها تاني ها تاني وهذا هنا الوصفية أيضاً انظروا معي بسرعة الوصفية كذلك إذا اجتمع ماء الوزن فإن ذلك الوصفة يمتنع من الصدر مثل ماذا أفضل وأحسن وأجمل وأكرم ممنوع من الصغر هي لي أوصح الأصل في الإسمية أن يكون جامداً لا يكون مشتقاً لا يكون مشتقاً إنما شتقاً أصبعها وصفاً فقد خالف الأصل ابتمع من الصغر مع انضمام وزن الهد وره يعني إذا اجتمعت في الوصف إلا تاني فإنها يمتنع من الصغر امتنع من هذا كل اسم أصبح وصفاً فقد خالف الأصل لأن الأصل في الأسماء الجمود أن يكون جاملاً لا يكون وصفاً إنما أصبح وصفاً لقل فيه علة وإذا انضافت إليه علة أخرى امتنع من الصغر والأبل أيضاً مثل ما هذا آخر ومثنع كما بالآلة وثلاثة وربعة هذه أيضاً أوصاف آخر أصله أآخر مثل أصله اثنين اثنين مثل أصله ثلاثة ثلاثة فعدل حصل التعديل التركيب الجديد فامتنع من الصرب يهاتين يللتين إلا الوصفية وهي للمعنوية وإلا العدل الذي نقدر ووضنه الزل اللي فعلانة مع الوصف أيضاً يمتنع من الصرب من ذلو عطشانة عطشانة هكذا غضبانة فعلانة الذي الذي مؤنثه فعلة يشترط به أن يكون مؤنثه فعلة رجل غضبان وامرأة غضبان ورجل يعني عطشانة وامرأة عطشان جوعانة جوعان فسكرانة سكرانة فيقول ممنوع من الصرب لعلة الوصفية ماء زيادتين فعلانة هذا تلخيص الذي الممنوع من الصرف عضا الله تعالى أرجو أن يرتكز هذا في الأذهان ولعله يكون يعني قائدة يعني لتمييز الممنوع من الصرف صحب والله أنا أحسرت أنه أسهل طريق يعني أكرم طيب خلاص خلاص المهم انتبهوا معي الاسم الاسم بالأسماء التنكير إذا أصبح الاسم آلما فقد خالف الاسم والأسم بالأسماء الجمود إذا أصبح وصفا فقد خالف الاسم لكن الوصفية والألمية إلا تاني معنوية تاني غير حسية تاني إلا تاني معنوية تاني لا تدرك بالحواس هذا يعني إلا تل معنوية إلا تل معنوية تاني تاني لا تدرك بالحواس هل تعلم الألم؟ يكون ممنوعاً ويكون ممنوعاً 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 لا ينتهي كتابه كتابه كرسي اسمه الإنسان اسمه الإنسان فقط لكننا نعرفه وإذا كان يظهر إلى المالك عندما يبدو ذكر الأعلاق لم يكتبه بالإنسان ذكر مواضع وحتى الأعيوانات كجعفل خرنقة عدن واشق علم على فرس علم على شات هذه ذكر كلها المهم ننتو كتا علمون وظول علينا إلا لنقضية كلين قبل جمترا يكون ممنوعاً نعم أما أنه تقتل الأمد يتوقفه لحثفة لحثفة الأمد هذا يبدو أن يتوقف وعلها فقتل الأمد الفيديو، كما نحفان أن يقوم في صباحه ولكن يتوقف لمبنة وعندما يستمرين كما نسمي ما يقوله ماذا؟ سوف الأمر لا بالتأشرة إنه أنت أسدرت أن seventh 구اضي على وجود الله و obesity على م bons سبيان الرجال لا سوف يقول ذلك عندما يقول له فمر إذا كلمت لك أيضاً حقًا ما يفكر ماذا هو الشباب إذا نجتلك هناك ما يفكره وما تفكره بهذا السلام فها تطوير مؤسسة فمر إذا كلمت لك وهذا مع نفسهم انه يكون الأفضل لا بدون له نفسي فلا بس سبحانه كمه المتدفين ما هي أنه؟ عثمان عفان مروان هل يقولون ماذا هو؟ مللون مللون فقط بكثان حتى في نفس الاصف بقيتان الفغارستان بزيارة بزيارة الخطوة 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 وأن يدعي إلى البقرة مهلاً لأنه مكتب وأنه يشتغل البقرة على الترجمة ويجب أن يدعى ويجب أن يشتغل البقرة ويجب أن يسلسون أعني بعض الثلاثة لماذا نظر قد تشد первين؟ لا، لا يشتغل يا شباب هل رأينا اجتغل بقيت المباشرة ؟ ماذا تشون بقريتان؟ أنت مستخدم إذا ما فعلتك؟ فإن للإفغانستان إذن الأمر أضبط في أثمان أحد أثمان أ even أثمان أعطى هل تسرح أن هذا؟ نعم نعم إن أخرج نهايك اشترك الآن يحققا في يوم السمع يمترى لدخول كلها ولكن الجاعة يضول على الوضع البحث يجب أن يكون لدخول كلها كلها يجب أن يحقق كبيرة والذي المحرم يجب أن يكون لدينا يمكن أن تكون لذلك وأن تكون لدينا في ذلك وتتعتبر في العام بعضنا نشاط المساعدة التي يمكنك أن تكون هناك ت Shangri-La. لكنها تتبغل التوة الى نفسك تصدق المساعدة. تصدق المساعدة، حتى تصدق المساعدة landlord، وساعدة المساعدة وظيفة المساعدة وظيفة فصلت على الوصص. ما يقول لك؟ والكسر هل نحن نحن اعتقد أنه الثورة في رغم للتحصص من الشاشة؟ فسنًا نحن نفسك، فهذا الان يجب بالتركيبات والنصاصّف فقد ام تقاف للمساعدة قالي قلبه نامي والمقالي قلبه حضرة موت يعني بعرة بقت كما قام فلعلم يهي نامي فاكتا كما قلنون فمترع من السر في تسبب هذا التركيب والأعلابي التركيب والأعلابي نيجي للمه؟ العجمة طوري ندك الاراب طولي طوري ندك الاراب طولي طوري ندك الاراب طولي فوري عندما نتحدث في الاراب يعتبر هناك حسنًا طوري ندك الاراب فسوفة فوق الاراب يكون هذه المتحدة لتلك الحسنة واحده انتجي 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 اメلعان لنيني هاذ القامل الفكر ترى ؟ هاذ العرب بين قوم عرب تقوله ؟ هاذ قام عرب تقوله ؟ يعني إبراهيم أصلا على فان من قارب حين تعرفه إسماعيل بنقول ذلك عرب أنه يقول الفان الجمال من قارب إذا ان يطول من قارب تقوله و هذا إذا جبريل جهنم والعياذ بالله نعم والإياذ بالله إلا تمنعه من الصر وله العجمة ما العربية جبريل إلا تمنعه من الصر العالمية ما العجمة ميكايل وإسرائيل إذن الأمر بسيط جدا الأمر آدي يعني صحيح جدا باركة ضابير إذن هكذا طيب تأنيف أسلام من في الأسماء أن يكون مذكرا ولا سبب التذكير لا يحتاج إلى سبب ولا إلى علامة بينما التعريف لا بد لها من علامة سألنتوا كلا علموات أي الأصل والي وكورا كلا مؤنثوات أي أصل والي نعم إلا فرور كبرا جوما يقول ممنوعا أسكينو مؤنث لفظي معنبي ولا أتفهم مؤنثوات أفهم جاروا فرمو مؤنثوات فمن خدوجة فاضمة عائشة حفصة آل صفية تحليل أتفهم بثل أو رهم أو رهم أن تحلى كيف تكون مؤنثوات أعتقد أنه مؤنثوات خيجحة حفظة طلحة أي بكل أي مؤنثوات أي شخص أي væم أعني أي من أقول أي من أقول او من اضطلت هذا الوصول اقول كيف تحديث بمعمل او منظم من حلوم المرضى سأل الفيئة نواضية او منظمنا على الاسماء بالمعمل اعتردنا على ماكة ونظر الناس لا الله ما أنت كل ما هو ادحاء الحسنة؟ التعليد والعلامي التعليد هو ايش؟ ما فيه؟ غنظر الغنظر لا سألطنا عندما يكون التفارب في مؤنة يقوله أو لماذا سألطنا سألطنا تطبيق خطرنا مريم سعاد إنتاجه أو عدم أقول ربكي كما نحن سوفي المصادرات وظيفون المصادرات والخفاء يتملك من التاريخ التاريخ و السوف الكثير من المصادر من المصادرين و إغلاف الله كما تسمى بالرحمة كلهم اثناء الجمهر نعم لكها ماذا Reading فقط بلا عليك الحرم أسباب الحرم لا توجد الإخوة ومن بلا ألف التعنيث إلى نهاية يحدث مسؤولون من السر هل توجد المسبب؟ ألف التعنيث متلقا هل تطلق أو albo مقصور هل تطلق أو بين الحمزة ? منحانبي خبت معوس بعض الأحياء لانتأثن في المحفرة في اليوم سؤال من السر إذا أعطل في المجسيرة سأبعت التأثير ولكن هذا يلقو من أن التمع أيته وهذا بالأعطل في المحفرة ومن أن paragوز من الله عموة أعطل فيلم وفكرة لذلك أعطل في المجسيرة لن يتعطل في المجسيرة لذلك فهو نحو في المغرب فهو ممنوع من الصب وليس ممنوع من الصب فهو ممنوع من الصب وممنوع من الصب وممنوع من الصب وعادة حسنا مرجوك مفاعلا 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 مساكنة منابرة منافظة نوافظة إلى آخره دنانيرة دراهيمة منادينة منازيلة سواق مجانينة يقولوا على من كان أو غيره يقولوا على من سواق إلة قائمة مقام إلة إلة واحدة قائمة مقام إلة ولا مؤلف التعنيد سيغة منتهى مفاعلة ولا مفا إلة إلة وصفة أصلا من في الإسم أن يكون جاملا فلا يكون مشتقا أكأنك وصفة نيك اسموها كان وصفة فقط قال بالأصلا نموالين إلا لو يفكرين تفنجوما يكون مناسبة أتمنى سيابات إماني سبدا مالا وصفية أنه وزل فيه أفضل أحسن أجمل أكبر أحمر إلى آخر ألوانو الذي يريد أن يقول هذا أصفل 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 واضح دقل القوم مثنى 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 ثلاثة ثلاثة أصفل من يولا ثلاثة ثلاثة إثنين إثنين أربع أربع خمسة خمسة يولي فلن يقول مثنى ثلاثة ربع خمسة ثلاثة إلى آخر فيكون ممنوع من الصرب لإلتين إلت العدل ما ول فعلان بيالنكو مؤنذه فعل غضبان غضب سكران سكر عضشان عضشان نو كده وصفل ما يكون ممنوعا من الصرب لإلتين هذا أخر 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 هل يمكن أن يجتمع في الاسم العالمية والوصف والوصف لا ما كان عالما فليس بوصف والوصف لا يكون عالما هذا والله تعالى على وعلا إذن لعل هذا القدر كبير في ممنوع من الصرب ننتقل إلى الآخر نستطيع شوي نستطيع شوي نستطيع شوي لنستطيع شوي أفضل من الصرب ووصف لكن لنستطيع شوي نستطيع شوي ويضا أفضل سكر سكر شكرا